طب انا عايز بسأل حركة على دور تاني ودور ده معظمنا بيحبوا قوي لحضرتك رغم انه كان دور جريء قوي دور حضرتك في الراقصة والسياسة مصيبة مصيبة وبنحبه ودمه خفيف وشخصية كده لو تقدمت سداني يا أستاذ فاروق دلوقتي الناس هتقعد تقول ازاي بتقدموا الشخصيات دي لا ما يقولوش كان في حرية ومساحة اكبر زمان لا لا كمان انت ازاي بتحضرتك زاي احنا بنتناول الشخصية اه فيه كلام جرح لا فيه لفظ كده ولا كده ولا شفتيني عامل حاجة مش مظبوطة لا هو الشخصية الاولى بس قدمت حضرتك الشخصية بكل تفاصيلها ها طبعا وما كانت مقبولة وما حصلش اي انتقاد للشخصية دي حصل كتير انا اقول لحضرتك حضرتك تبحكيلي ردود الفعل وقتها اه لما قدمت في الدموع في عام وقتها الشخصية الجريجي الجريجي انا فاكريني جريجي لما قدمت دور ده مع نبيل عبيد السازة الناس كان فاكريني كده من الاسب الشديد لما عملت شامي في مسرحية الدنيا لما تضحك انا فاكريني لبناني هو الصدخ في اداء الشخصية بيخلي الناس يجي لها انتباع نانا كده اهه فعانيت طبعا معناه ولادي عانوا معناه معقول؟ والله وفي شغلي الرجل المدير بتاعي قال لي ازاي تعمل كده وانت مهندس انت رجل مسؤول انت طول ما عليها طبعا ده دور ده فن ده ولا ايه انتوا مش فاهمينه ولا ايه يعني صعوبة الدور ده كان في استقبال الناس مش في الانتقادات كان في ان الناس تدقت حضرتك زيادة بطيالي كده اه يعني وتبعدوا معايا واعدين يبصوا الناس ديقولوا والله ما هو كويس الرجل او جميع ده مش كده يعني حاجة غريبة يعني اه يبدو ان الصدق صعب يعني فقدمت العمال كتيرة كلها وتتميز بالصدق لان انا حاجزي بلايه هي دي الشخصية كترة هي دي قلبي انا قدم دلم من السرق وبقى اتعب بقى في الدراسة وبقى اتعب في تشكيله ولبسه ونطقه وانا بروح الشغلة كمان يعني حتى اثناء تصوير الدراما اه طبعا ده يعني معاناة جميلة خمسة وستين سنة فيها معاناة